ايامك خير الايام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونبارك لكم حلول هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك ونسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يعيننا فيه على طاعته وقيامه وصيامه وسنبدأ ان شاء الله معكم في سلسلة حلقات في تتناول مواضيع متعلقة في هذا الشهر الفضيل وايضا نتقدم بالشكر لاصدقائنا الحاضرين ونرحب بهم ايضا ونسأل الله تعالى ان يعيننا واياهم على الطاعة والصيام والقيام في هذا الشهر المبارك فاصدقائي في مثل هذا الشهر الكريم دع النبي صلى الله عليه وآله الناس وجمعهم وخطب بهم خطبة فقال ايها الناس انه قد اقبل اليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله افضل الشهور وايامه افضل الايام ولياليه افضل الليالي وساعاته افضل الساعات هو شهر دعيتم فيه الى ضيافة الله عز وجل فاذا نحن الآن في ضيافة الله عز وجل فعلينا ان نحسن الضيافة وان نكون اهلا لهذه الضيافة شيخنا العزيز في بالي سؤال اذا كنا في ضيافة الله فلماذا فرض علينا الصيام احسنت سأل اخوكم حجة الله يقول احنا الآن في ضيافة الله عز وجل فليش الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام في هذا الشهر مع انه هذا الصيام بيجوع وعطش وتعب لنا فمنه اللي يستطيع او يقدر يجاوب اخوكم حجة الله احسنت يا جعفر جاوب اخوكم جعفر يقول انه الله سبحانه وتعالى لما انفرض علينا الصيام جعل له علة وهذه العلة اللي الله سبحانه وتعالى فرضها بالصيام حتى الغني يساعد الفقير فاذا قام واحدنا يشعر بالاخر من خلال الاحساس بالجوع والعطش فيظل هذا الغني يشعر بما يشعر به الفقراء فيبذل لهم ما عنده ويساعدهم حتى يكونون باحسن حال ان شاء الله وايضا يؤيد ما ذكره اخوكم جعفر روايات عن اهل البيت عليهم السلام فعن الامام الحسين عليه السلام انه قال ليجد الغني مس الجوع فيعود بالفضل على المساكين نعم اصدقائي نتمنى ان يكون استفدتوا اليوم من هذا الحديث وهذه الجلسة نعم اعزائي المشاهدين وبهذا ينتهي حديثنا لهاليوم وسنشرع ان شاء الله في الحلقات المقبلة في احكام وعلل متعلقة ايضا بالصوم ونتمنى من الله القبول وبهذا ينتهي حديثنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ايامك خير الايام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان